أهلا بحضراتكم من جديد والأهل ينتخب وزي ما قلتلكوا قبل الفاصل هذه حلقات تتحدث فقط عن الجمعية العمومية للنادي الأهل صاحبة الحق الأصيل للحديث في كثير من التفاصيل عشان كده ولأهمية الحدث ولأهمية التوقيت زي ما قلتلكوا قبل الفاصل كان لابد أن يكون ضيفنا واحد من قلب الحدث شاهد تاريخي على تفاصيل كتيرة جدا في الجمعية العمومية من خلال مقاعد متعددة لكن أهم بجانب ده المهم جدا أنه حدث كان أنا شخصيا وحشني وبالتأكيد هيكون وحش حضراتكم شمانة سعد لي أهلا بيك أهلا يا سيد إبراهيم أنا سعيد أن أنا موجود ضيف معك في قناة النادي الأهلي هما فعلا فعلا يعني وحشتني القاعدة وحشتني أن أنا أخواتي بالجمعير خصوصا الجمعير الآلي أعلم وأعضاءها العاملين في الظرف أنا بشوفه تملي بيبقى ظرف تاريخي هانت خلاص يعني الأسبوع ده والأسبوع الجاي طبعا نسعد ونتواصل إن شاء الله بإذن الله بشمهندس تبعت الفترة الانتخابية اللي فاتت أهدى شوية من سنين كتيرة هي مختلفة مختلفة طبعا أهدى كتير طبعا شوية أسهب اللي فاتت دي على طول واحدة من أسخن الجمعيات العمومية في تاريخ النادي الأهلي ده اللي فاتت ده السماء كان بيعمل دعاية في مراكب في النيل ما هو ده جزء من الاختلاف إن حجم الدعاية وحجم المخاطبة الأعضاء بقى انتقل إلى خارج أسوار النادي بقى مخاطبة الجماهير أنت بتشوف في كل الأندية دلوقتي انتخاباتها بتلاقي الأوتدورز اللي هي يعني أنت بتخاطب مين بالأوتدورز دول لكن هو نتيجة أن نمو الجمعيات العمومية تبقى أعضاء الجمعيات العمومية يعني موزع على الأحياء وموزع يعني هو عايز إن شاء الله من كل ألف واحد واحد ما عدي يبقعدوا جمعية عمومية على الكوبري يشوفوا الموضوع تنقل نقلة كبيرة طبعا